السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الفيديو الثاني من دور التعلم كيف تتعلم نهاردة إن شاء الله نتكلم عن أنواع المتعلمين كمقدمة للدرس عندنا أنواع كتير من المتعلمين وكل نوع يتميز بطريقة مغينة علشان يقدر يتعلم أو يقدر يوصل لأمثل طريقة للتعلم والاستفادة ولو كل واحد فينا يقدر إن هو يحدد النمط اللي بنتمي ليه ده هيسهل عليه جدا عملية التعلم وهيساعده جدا على تحصين على تحصين الحصيلة اللي بيخدها من المحتوى التعليمي اللي بيدرسه طيب إيه هم عنواع المتعلمين أو إيه هي الأنماط التعليمية عندنا النوع الأول البصريون أو النمط البصري النوع ده بيستمع بالنعلومات أفضل من خلال الرؤية يعني أفضل طريقة للتعلم من النمط البصري إن هو يشوف فيديوهات تعليمية يستخدم ألوان رسوم صور الحاجة كلها هتساعده أكتر لأنه هو بيعتمد على الرؤية من خلال التعلم يعني في التعلم بيعتمد على الرؤية فبالنسبة لألوان والصور والفيديوهات هتكون أفضل طريقة ليه علشان يتعلمه ممكن كمان يعتمد على الخرارات الذهنية علشان يعمل مراجعة وتلخيص المحتوى التعليمي وطبع الخرارات الذهنية أنا عرف إزاي بنعملها وإزاي نستفيد منها في فيديو جاي إن شاء الله تبليم الخرارات الذهنية علشان تصميمها بشكل أساسي بيعتمد على الألوان والرسوم والصور وبالتالي هنقدر نفتكارها بشكل كريس جدا من خلال رؤيتها بس نتعلمون البصريون بيحبوا يشوف الأشياء اللي بتعلموها على الصفورة أو الطاولة أو على شاشة الكمبيوتر يعني أي إن كان الوسيلة اللي بتعلموا بيها وبيحبوا تسجيل مراحظات كتير جدا هما بتعلموا كمان بيحبوا يشوفوا الحاجات اللي بتعلموها بألوان مختلفة ده بيسعيدهم جدا في عملية التعلم طيب النوع الثاني اللي هما السماعيون أو النمط السماعي في النمط ده المتعلمين بيحبوا أو بيحبوا يفهم المعلومة أكتر أو بيحصلوا أكتر من خلال المعلومات المسموعة أكتر من المكتوبة لأن درجة انتباههم في حالة المعلومات المسموعة بيكون أكتر بكتير وتركيزهم أكتر عن المعلومات المكتوبة وبيقدروا يحصلوا بشكل أفضل طيب أفضل طريقة للمتاكرة بالنسبة للنوة السماعي هي المتاكرة بصوت عالي زي أني أرى المحتوى اللي أنا عايز أذكره أو الحاجة اللي أنا عايز أتعلمها ورقوشها مع الآخرين بصوت عالي وتعتبر طريقة التسميع الشافوي إن أنا أسمع اللي أنا ذكرته أو تعلمته على أحد الزمالي أو أي حد تاني بتكون طريقة فعالة جدا بالنسبة للنمط السماعي بالنسبة للنمط السماعي برضو الاستماع للمحاضرات المسجلة بيكون أفضل جدا من المحاضرات المكتوبة لأن النمط ده من المتعلمين قلنا إنه فهم المعلومات المسموعة بيكون أكتر من المكتوبة علشان ينتباه وتركيزه بيبقى في أقصى حالاته وممكن برضو إنه هيقرأ المعلومات ويسجلها بصوته علشان يسمعها بعد كده لأن ده الطريقة دي أصلا بتسهل الحفظ على الطلاب العاديين في أكيد هتكون أكتر جدوى ونفع أكتر وهيحصل بيها أكتر بالنسبة للنمط السماعي لأنه في الأساس بيعتمد على المعلومات المسموعة النمط التالت وهم الحركيون النوع التالت عفوا الحركيون أو النمط الحركي النوع ده بيطلق عليهم برضو اللمسيون اللي هم بيستقبلوا معلومات أكتر من خلال المشاركة في الأنشطة أو التعيارب العلمية والمعملية والأبحاث الميدانية يعني بيحبوا يشاركوا في الحاجة اللي بيتعلموها أو يلمسوها فعلشان كده بتلاقي معظمهم بيلاقي صعوبة في أنه يفضل قاعد في مكان واحد لفترة طويلة أو يفضل قاعد من غير حركة لأنهم في عادتهم بيحبوا جدا التحرك ناحية الأنشطة وبيحبوا الأنشطة الجماعية علشان يقدروا يحصلوا أكبر قدر ممكن من التعلم التسميع العملي بالنسبة للحركيون ده أفضل طريقة للتعلم من خلال إنه بيبقى ليه فرصة أكبر إنه يقوم بالعنشطة ويعمل تجارب أبحاث وده بيخليه ليقدر يحفظ ويتذكر المعلومة بسهولة لأنه شارك فيها وكان لأنه شارك فيها وكمان عمل أبحاث وأنشطة عنها المدونون النوع ده يعني هو تقريبا متفرع من النمط البصري أو البصريون لكن حبيت أتكلم عنه لوحده علشان تمهيدا للدرس اللي بعد كده أو الفيديو اللي بعد كده علشان نتكلم عن التدوين وفايدته في المداكرة وإزاي ساعدنا المتعلمين بالنمط ده عموما بيحبوا الاعتماد على اللي بيكتبوه ويدونو بأديهم في عمالية التعلم كمان بتبقى لهم قدرة عالية على الحفظ والمدونون بيستفيدوا جدا من خلال تدوين ورا المحاضرات أو من خلال تدوين ورا أي حاجة بيتعلموها ويقدروا يرجعوا لها بعدين والنمط ده ان شاء الله نتكلم عنه وعن فوايد التدوين أثناء المذاكرة بعد كده ان شاء الله طيب تعادل الألماط مش معناه ان الطالب أو المتعلم بفضل نمط واحد بس لكن بيكون فيه تدرج في التفضلات يعني مثلا فيه طالب بيحب التعلم البصري أكتر من السماعي وبعده يعني بيحب التعلم السماعي عن الحركة فكده ممكن يستخدم الفرد أكتر من نمط للتعلم حسب اللي هو شايفه ومناسب له أكتر وعلى حسب المراد المحتوى المراد التعلمه يعني ممكن يستخدم في تعلم حاجة واحدة أكتر من نمط لكن بيبدأ باللوقة بيفضلوا أكتر وبعدين ينزل للبعده على حسب التدرج كده يكون انتهي الفيديو النهاردة وان شاء الله شوفكم في فيديو تاني شرا واني شكرا